اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا صباح خير منورنا وسعيلي جدًا بوجود حضرتك معنا النهاردة والحقيقة الفنان عمر الحريري رحل عن دنياني زي ما كنت بقول فجأة بعد صراع طويل مع المرض اعماله كتير جدًا وكلها جميلة 163 تقريبًا عمل اذا كان مسرح او سينما او تلفزيون رأي حضرتك ايه في اختياراته لكل الاعمال اللي قدرتها اشوفي اولا عاوز احدد مكانته فضل وازاي يشكل بحد ذاته يعني مثل يجب ان يحتزى بالنسبة لكثير من الفنانين عمر الحريري عندما ابتدأ شابه وسيم يملك الحضور يملك الموهبة يملك الطموح ابتدأ طبعا بالمسرح زي اغلب الفنانين اللي في زمنه ومشي خطوة خطوة وطلع السلمة سلمة سلمة وعرف بزكاءه الشديد جدا لما ايام كانت السينما المصرية فعلا في عصرها الذهبي ان العمل السينمائي او العمل المصرحي هو ليس عمل نجم وانما عمل مجموعة وان الادوار الثانوية او الادوار المساعدة قد تكون احيانا هي السبب في نجاح الافلام وده اللي كان في السينما المصرية خد يبالك في هذه الفترة الادوار المساعدة كانت مين حسين رياض محمود الميليجي سيراج مونير السيفان رستي اسماء عمالقة عمالقة كلهم عرفوا زكيرستم عرفوا ان الدور المساعد اذا كان مرسوم جيدا ممكن يطغي على الادوار الرئيسية وممكن يعطي للفيلم قيمته عمر حريري كان طموحه في ان يجعل من هذه الادوار المساعدة ادوار بطولة وافق من البداية على ان يلعب ادوار المساعدة مع ان زي ما قلتلك كان يملك كل مقومات النجم الاوحد يعني ما كانش حاجة تفرقه عن انور وجدي مثلا ولا عن محسن سرحان لكن قال انا حبقى هنا وحابزغ في هذه المنطقة وحابرع فيها الى ابعد الحدود وفعلا حقق كلامه كل الافلام التي ظهر بها عمر الحريري كادوار مساعدة استطاع ان يحولها الادوار شبه بطولة وكنا دايما نطلع من الفيلم نفتكر الى جانب الاسماء الكبيرة اللي كانت نجوم الفيلم نفتكر دور عمر الحريري انا بجيب مثال يعني انا بعده مثال كبير جدا ومهم جدا في حياته عمر الحريري ان عبد الحديم حافظ كان فيه اوجه اوجه شهرته واوجه جماهيريته الناس بتعبودوا عباده وانت عارفة هالة عبد الحديم حافظ واشراق عبد الحديم حافظ وزكاءه كمان وزكاءه ولما لعب دور بيدوره بالوسادة الخالية وبيحب لبناء عبد العزيز ومين اللي بتجوز لبناء عبد العزيز وبنفسه فيها وبياخده منها عمر الحريري يعني مفروض ان الجمهور كله يكرهه لانه هو اللي حطم القلبين حطم حب عبد الحليم اللي هو كان الحب الاول اللي مش قادر ينساه حتى بعد ما تجوزوا بهذه القصة الجميلة الوسادة الخالية مع ذلك خرجوا الجمهور وهو يحب عمر الحريري رغم ان كان منافس عبد الحليم حافظ في هذا الفيلم انا قلت هنا شفو ارفع القبعة ازاي قدر يخلي الناس تحبه رغم ان هو غريم عبد الحليم حافظ وتواجد الامور لما ظهر بيشاهد ما شفش حاجه امام عاد الامام اللي كان اعصار فدي ومع ذلك لما منفتكر شاهد ما شفش حاجه ونبتسم من قلوبنا لدوره وهو بيحقق مع عاد الامام انا لا انسى ما شاهده مع عاد الامام يعني كان راس براس مع عاد الامام عمر الحريري كان كان بيتقن جدا الدور مهما كانت مساحته يا دكتور امدا وكان بيترك بصمة بصمته على اي فيلم او اي مسرحية او اي عمل فني بيظهر فيه دي موهبة موهبة كبيرة جدا ومحاولش يتجاوزها دلوقتي شوفي اي نجم بمثل دور مساعد يدوب يلفت نظر الجمهور يبقى عايز الابطل اصبحت السينما المصرية دلوقتي تخلو من الادوار المساعدة ما عادتش مع ان حلاوة السينما المصرية كانت كل الادوار قوية جدا بالفيلم دلوقتي بتلاقي الفيلم بطولة نجم ونجمة اوكي بقيت الادوار كلها كمبارس خسارة خسارة السينما لا يمكن ان تسير على قدم واحدة السينما يجب ان تسير بمجموعة فنانينها وعمر الحريري فيهم هذا الدرس جيدا وخدم السينما المصرية خدمة كبيرة بتقولي 163 فيلم او اكثر دي حاجة قليلة هل تتخيلي خلال هذه المسيرة كلها اعمل 163 فيلم ومع ذلك لا اقول ادوني بطولة والنجاح الكبير اللي حققه في الادوار اللي كان بيعملها حتى بمصر حياته الاخيرة اللي عملها وهو كبر في السن شوية وتعب ما يقدرش يشيل اوي اوي ادوار تقيلة زي سكرهانم اللي ظهر فيها مع برضو لوبنا عبدالعزيز ظهر بمشادين ثلاثة في الرواية انا في رأيي طبعا المجموعة الابطال الشباب اللي كانوا موجودين اللي هم جباهرية واسعة خطف قلبي اكتر منهم كلهم هو مادام لوبنا حسيت بالعرفة زي الخمر المعتق سكرهانم يا دكتور بسكرهانم المسرحية اه ايوه ايوه مش الفيلم ايوه ايوه المسرحية المسرحية اللي تقدمت السنة لي فاتت من وسم لي فاتت ايوه وكانت فيها من اواخ المسرحيات اللي عملها بعد كده عامل المسرحية للاطفال ايوه دي كانت اخر حاجة كان بيعملها وكان سعيد جدا الحقيقة بالتجربة دي اه وكانت تجربة كمان فيها اه يعني هدف لانه قليلين جدا اللي بيفكروا دلوقتي في عمل حاجة للطفل وتحديدا لو فيها حقيقية رسالة حقيقية انا كان لي الحظ الكبير باني قعدت اكتر من مرة مع عمر حريري سواء في لجان تحكيم سواء في جلسات فنية سواء في حضور مسرحيات كانت تعجبني منه ثقافته ثقافة واسعة وقلبه الكبير يعني حقيقة عندما تقترب منه بتحسي ان هذا الانسان مليء بالمحبة ما عندوش غيرة ما عندوش حالة من الصفاء الصفاء عجيب بعد كده بتحسي زي بيفرد جناحاته واسعة جدا لكي يستقبل كل المواهب الجديدة يرعاها يشجعها كان مواسلين كتير صغيرين يقولوا متعة العمل بفيلم او بمسرحية فيها عمر الحريري لان منحس ان هو الاب والاخ بيشوفنا بيبصلنا بيرائبنا بيشوف الخطأ فين علشان يصلحنا بلطف وبجمال شيء لا عمر الحرير كان انسان الى كان بكونه ممثل كبير كبير جدا كان انسان كبير كبير جدا برضو نتكلم عن جزئية اهتمامه الشديد بالمسرح وكان مهتم اهتمام كبير جدا بالمسرح وهو ابن مصرح مظبوط وهي اعمال كتيرة جدا في المسرح تكلمنا عن الجزئية دي دكتور عن؟ جزئية اهتمام عمر الحريري بالمسرح طبعا ده حبه الاول ده كان الطريق اللي دخل منه الى قلب الجمهور الكبير هو الوسيلة لاحتكاكه المباشر مع جمهوره فعرف هذا الجمهور بينبض ازاي قلبه فعرف نبضات قلب الجمهور من خلال الاداء المسرحي كان له اذا استعملت الكلمة اللبنانية الشهيرة طلع يعني لما يظهر على المسرح كان له طلع تحس ان ظهر حاجة يعني مش كده ظهور عابر لا 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 كان له حضور جميل ولطيف ومحبب بعد كده كان عنده نبرة صوت طبعا ده مميزة من خلال التركيبة المسرحية كان يعرف يلعب بأوتار صوته وكأنه مغنب وكأنه مطرب الحقيقة اسمعي صوته في عواطف مختلفة بيعبر عنها بتلاقيه دايما بيختلف تختلف النبرة ده كله جاله من الاداء المسرحي ما جالوش من الاداء السينمائي بس هو قدر يلائم ودي ميزة كويس اللي قلتي لي عليها انه قدر يعرف الفرق بين الاداء المسرحي والاداء السينمائي لان فيه ممثلين مسرح كتير مع الأسف بيكونوا عمالقة على المسرح لما بتجيبيهم للسينما بيفضل اسوبهم مسرحي لاسق بهم بيبدوا بالسينما شوية في مبالغة في أداءهم بتقولي الله ده أداءهم مسرحي ما يقدروش لانه هم أولاد مسرح نادرين جدا المواسلين اللي يقدروا يعرفوا الخط الرفيع الذي يفصل بين الاداء المسرحي والاداء السينمائي وما بيقعوش في الفرق من ضمنهم عمر الحريري حقيقي يوسف واهبي كان هو سبب دخوله السينما؟ بيقولوا كده هو بيقول عمر حريري كنت لما أسأله إزاي أنت إزاي السينما خطفتك من المسرح بيقول لي ما خطفتنيش أنا أي عرض مسرحي يجيني أمام عرض سينمائي وفضل العرض المسرحي رغم أنه أقل فلوس وقل شهرة وقل أقل جمهور لكن المسرح هو حبي الأول قال لي أبداً أبداً ما خطفتنيش السينما من المسرح المسرح عندي دائماً هو الأولوية المسرح زي ما قلتلك علمني كيف أواجه جمهوري علمني كيف أحس بنبضه إيه اللي بيعجبه وإيه اللي ما بيعجبوش قال لي أنت تفتكر أن الإنسان لما يكون واقف على خشبة المسرح بينسى الناس قال لي أبداً قال لي إحنا بنكون وعيين تماماً تماماً بكل حركة موجودة في الصالة وفعلاً الموسل المسرحي بتلاقيه زي ريشة حساسة جداً جداً لما يدور حواليه من من تعليقات من أمسات من حاجات فعشان كده الجمهور المسرح أنا برأيي يجب أن يكون حريص جداً ومتوازن جداً لأنه عارف أن هنا أقل صدمة حتأثر في المسرح أو في العرض اللي بيعه الخبرة دي بمعرفته بزوق الجمهور بمعرفته بأحاسيس الجمهور وبنبض الجمهور ساعدته أيضاً في السينما في اختيار أدواره كنت يا رانيا بالأول بتتكلمي عن حسن اختياره لأدواره حتى الأدوار المساعدة وده يعود إلى فهمه بطريقة نبض الجمهور ده بيجيله من المسرح دي التجربة تيجيله من المسرح جميل تكريم الفنان وللأسف عندنا ثقافة تكريم الفنان بعد مماته وأحياناً كتير فنانين بيبقوا يعني يستحقوا الكثير والكثير من التكريم ولكن للأسف بيكرموا بعد مماتهم رأيي حضرتك إيه ده دكتور؟ والله الفنان التكريم وحب الجمهور وتقدير الناس هي المية اللي بترويه هو وردة محتاجة لهذا الماء دائم التكريم حقه يعني عندما هو يهب نفسه وحياته لهذا الجمهور من حقه أن الجمهور يدي له تكريمه حب الجمهور هو أكبر تكريمه لكن برضه تكريم المسؤولين وتكريم الدولة وتكريم الحجار برضه تسعد الفنان أكيد أكيد ولكن ده ما حصلش كتير مع فنان داخل عمر الحريري الأسف يعني لم يكرم في العديد من الأعمال والله نحن مع الأسف دي العادة ما نعرفش إزاي نخلص منها أننا ما نفتكرش قيمة الإنسان إلا بعد رحيله تقول إيه عن عمر الحريري في جملة يا دكتور في جملة واحدة قلب كبير قلب كبير بشكر حضرتك نورتان يا دكتور ونهار حضرتك سعيد وسعيدة جداً بلقاء الكاتب والناقد وسيناليس دكتور رفيق السبون بشكر حضرتك على وجودك بشكر حضرتك على وجودك مشاهدين الوقت جاري الحقيقة وخلصت حلقتنا النهاردة نهارك وسعيد وزاي الفل نشوفك بكرة ونهار أسعد إن شاء الله وفريق عمل جديد